النهاردة هنعمل مع بعض الزبدة الفلاحي من مرحلة غليان اللبن يلا بينا نشوف الطريقة ازاي اول حاجة طبعا هنسمي الليون صلى على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام وحط اللايك بتاعك انا معايا هنا حوالي كيلو من اللبن طبعا من البداية خالص من اول ما اللبن بيجي من عند اللبين اول حاجة بتجيب الكمية اللي تنسبك وتبدأ اللي انت تغليها كويس جدا على النور وطبعا وانت بتغليها بتغليها في حاجة تكون الامونيوم او استلس علشان خاطر ما تطلعش معاكي قشرة من جوه وتبقى مش حلوة ومستمرية في التقليب علشان خاطر كل ما تقلبي اكتر كل ما تطلع القشطة زيادة ومستحب اللي انت تجيبيها من حد مضمون علشان خاطر تطلعي نتيجة كويسة اللبن دوت او الحليب سايب من عند اللبين ماينفعش الجبيه معلب وتعملي اللي احنا هنعمله النهاردة طبعا الكيلو اللبن طلعتلي كمية قشطة زي ما انت شايفة كده انا طبعا كنت محوشة قبليها كمية كبيرة جدا من القشطة يلا بينا نطلحها ونشوف في النهاية الزبدة اللي هتبقى عندنا حجمها قد ايه طبعا كل ما تجيبيك لبن تبدأ اللي انت تشيليه ولو مش حبة كده يبقى كل اسبوع مثلا لو بتجيبي 5 كيلو لبن او 6 كيلو لبن تبدأ اللي انت تاخذي القشطة بتاعتهم وتحوشيهم وهيطلعوا معاكي كمية حلوة دلوقتي سعر كيلو لزبدة عامل 180 واسعار غريبة جدا تب ليه احنا نعمل في نفسنا كده لما ممكن تعمليها في البيت بقى للامكانين جبت طبق كبير وناشف جدا وبدأت اللي انا اطلع القشطة كلها اللي انا محوشيها من اللبن على مدار الشهر كامل طبعا انا لما طلعتها من الفريزر سيبتها تفك كده حوالي 3 ساعات او 4 ساعات هبدأ اللي انا افضيهم كلهم في الطبق زي ما انت شايفة كده هنربهم مع بعض وازاي نحاولهم القشطة القشطة نحاولها لزبدة فلاحة طعمها حلوة جدا وكمان مضمونة مليون في المية لو عندك عجانة هتحطيهم فيه لو عندك مضرب تقديري اللي انت تعملي بالمضرب انا النهاردة هعملها بقداية ويلا بينا نشوف الطريقة ازاي كل اللي عليك اللي انت هتبدأي تعملي حركات دقيرية بالشكل دوت علشان خاطر ترب القشطة كويس جدا لو انت حاب تحطيها على النار زي ما هي كده من غير ما تربيها ما فيش اي مشاكل هتوطي النار وتسيبيها بس هتعود على النار فترة طويلة جدا فالمستحب اللي انت تربيها بالشكل ده انا طبعا بعمل بقداية بالشكل دوت كده بس القشطة سقع جدا فبحاول على قد ما قدر اللي انا ايه شوية كده وشوية كده لحد ما تبدأ اللي هي تفصل خالص هنا الكمية كتك كبيرة شوية فاسمتها على طبقين علشان خاطر انجز بسرعة والموضوع يبقى بالنسبة لي بسيط شوية عشان طبعا مطعبة جدا 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 طبعا اول ما بتبدأ اللي هي تفصل كده بتبدأ اللي هي تنزل مياه او بتنزل كده اللي هو الشرش بتاع اللبن في المرحلة ديت خلاص بدأت اللي هي تفصل بالشكل دوت كده وهتلاقيها بدأت تتجمد معيك كل اللي عليك اللي انت هتبدأي تعمليها كورة بالشكل دوت كده وطبعا هي دلوقتي في المرحلة دية تفكت خالص فمستحب اللي هي تدخل التلاجة شوي طبعا الشرش اللي نزل دوت او اللبن اللي نزل دوت ده مش هيترمي ده هنعمل بمعجنات او ممكن تحطيه على المش او تحطيه حتى في الجبنة القديمة على حسب ما انت عايزة يعني اللي هي الجبنة القريش هنا بقت معايا كورة بالشكل دوت كده طبعا هعمل الكمية كلها ويلا بينا نشوف الكمية كلها طلعتلي كور قد ايه هنحطهم على الميزان ونوزنهم مع بعض لو من بداية بقى شهر عشرة بدأت تعملي كده الموضوع كان بالنسبالك هيبقى جميل جدا وموفر وسهل وبسيط بالنسبالك هنا هحط الطبق دوت كده ونبدأ نوزن بقى عليه كده الزبدة بتاعتنا ونشوف الوزن بتاحها قدي في الاول الطبق كان عامل 300 جرام ودلوقتي الزبدة عاملة 240 يعني يعتبر نقول 202 كيلو الزبدة اللي احنا حوشناها طلعت 2 كيلو في المرحلة ديت انا مش هسياحها على النور دي الوقتي هدخلها الفريزر تتجمد كده حوالي ساعتين تلاتة وبعد كده نطلحها ونشوف هنعمل فيها ايه انا حطتهم في اكياس عشان هحافظ عليهم طبعا مايجيش عليهم اي حاجة ردة من العيش او اي حاجة من الفريزر هنا هحط الطبق دوت طبعا الطبق ده عامل 6 جرام فمش هنحسبه خالص من وسط الحساب يبقى كده زي ما انت شايفة الزبدة بتاعتنا اللبن طلع علينا 2 كيلو ميجروم طبعا الشرش دوت مش هيترمي بعد ما دخلت الزبدة في التلاجة شوية وسبتها تريح كده حوالي ساعة جبت الحلة وبدأت اللي انا انزل كطع الزبدة بالشكل دوت كده جوه الحلة وهوط عليها النار لحد ما تبدأ اللي هي تسيح معايا وتبقى سامنة بلدي موضوع سهل وبسيط بس محتاج اللي انت تفكري شوية يعني اول ما تدخل عليك الشتاء بيبقى حلو جدا الموسم بتاع الشتاء في الزبدة واللبن والحاجات اللي هي ليها علاقة بالقلبين فممكن تحوشي لقشة اللبن يوميا والموضوع هيكون حلو جدا لو انت بتجيب اللبن بالاسبوع وبتغليه كل اسبوع مرة كل مرة واحدة موضوع بالنسبالك هيكون اسهل بكتير جدا وهتطلعها كمية بسم الله ما شاء الله هنا بقى سبتها على النار لحد ما تبدأ اللي هي تغلي معايا وطبعا مستمرية في التقليب وموضطية النار لحد ما تتحول معايا لزبدة فلاح ورحتها وطعمها حكاية خلاص كده يعتبر دخلت في مرحلة اللي هي الزبدة فضل لها حاجات بسيطة بس كده يبقى احنا كده بدأنا نعمل الزبدة من اول اللبن من بيجاب من عند اللبن ان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض جبنة الاريش وهنعمل مع بعض حلقات كوية جدا هتعجبكم باذن الله كده خلاص بعد ما سيحتها وطبعا سبتها بردت شوية هبدأ بقى اللي انا احطها في البطرمون ويلا بينا نصبها في البطرمون ونشوف النتيجة بتاعتنا عاملة زي طبعا الزبدة دي نقدر ان احنا نستخدمها في الحلو وفي الحادق ما فيش اي مشاكل وهكون جميلة جدا 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 يا سلام انت لو بتعملي حلويات كمان ومش عايزة تهضري كمية كبيرة من الزبدة بتحطي معلقة على السيرب او الشربات اللي انت بتستخدميه والموضوع بيروح في حتة تانية خالص وبيبقى ريحته حلوة قوي خلاص كده تطلع معايا البطرمون الكبير دوت والبطرمون الزغير بسم الله ما شاء الله وشوية مورطة حلوين نقدر اللي احنا ناكلهم كده او نحطهم في المشع على حسب ما انت عايز بس كده خلاص ده الفيديو بتاعنا النهار ده مرحلة الزبدة الفلاحي من بداية اللبن من اول ما تجيب اللبن من عند اللبان لحد ما تختمي معاكي الكمية الحلوة دي يلا بقى لو انت محاوشة شوية اشتف الفريزر طلعيهم وعملي زي كده هتستفدي والموضوع يبقى بالنسبة لك جميل وزي العصر كولي سلام انتم تايبي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة